السلام عليكم ورحمة الله وفي دقائق كده يا بنات هنخلل شوية بصل كيلو البصل المخلل يا بنات وصل 100 جنيه طيب اليوم منذ الموسم البصل البصل سعره احناين جدا في السوق هخلل كيلو نص بصل بمتاز سهولة وحضقه مظبوط والمية بتاعته تتشير بشور بيابانات طيب بص يا بنات 19 جنيه ونص شوية دول يعني 20 جنيه البصل شايفين يا بنات في بصلة صفرة حضقه حادق جدا ده الجاهز شوفوا بقى اللي احنا مخللينه مع بعض شكله بعد اسبوع ابيض زي الاشطاء وميته تتشير بشورب وطعمه كده فيه ارشم زي الجاهز يا جماعة بيبقى مهري وحضقه مش بيبقى حادق جدا بسم الله اول حاجة انا اغلي شوية مية فيهم عليهم معلقة كبيرة من الملح وده البصل بتاعي كده غسلة هو انضيف ما شاء الله بنزل عليه كده بالمية اللي هي المغلية مية سخنة طيب ممكن تسيبويا بنات من يوم ليومين او تلاتة بالكتير بس مش تسيبوه اكتر من كده انا حسيبه حوالي يوم يعني حسيبه الصبح وهي اشتغل فيه تاني يوم الصبح او بالليل طيب دي المية اللي حسي بيها المخل لده المحلول بحط مثلا محدة بنجر ولازم يا حبيبي مية مفلطرة او مسبقة الغلي وهأصر لامونتين عليه حط بقى عدقى رفسي كمان علشان ريحة البصل عشان تاخده بقى شوية مخل العظمة بسم العزين تحط ورقة لوري عادي طيب ده البصل بعد يوم يا بنات بسم الله يعني انا اقعته في الماء السخنة الصبح وبشتغل فيه بالليل بقشره كده بالطريقة دي وده دي هريسة شطة يا بنات اربع قرون فلفل شطة ده اقاهم مع فصين توم ودول شوية جزر بسم الله بتقشر كده بمنتهي السهولة طيب لو عايزينه احنا هناكله بعد اسبوع لو عايزين تاكله بعد يومين احنا انا هفتح عليه بعد اسبوع بعد عشر ايام عايزين تاكله على طول يا بنات بتغلو لمدة ثلاث دقائق او خمس دقائق على النار بيتغلي خلاص يا حبيبي لو انتو عايزينه سريع طيب انا بنقي البصلة البيضة اللي هي قلبها ابيض والاشرة من برا سيموني ده اللي بيبقى مسكر او يا بنات في المخل الاكتر من الاحمر كمان بكتير البصلة البيضة اللي انتم شايفينها دوناء قول بصل الصغير الاورمة لكن لو البصلة كبيرة قطعوها اربع تربع او قطعوها نصين بسم الله بصوا بقى يعني حطت عودين كرفس من اللي انا مخزناه معاكم وحابين تحطوا ورق لو ريحطوا طيب ده لتر ونص من المية كل لتر يا بنات بياخد من اربع معلق كبار لخمس معلق كبار اقولكو على طريق احسن كمان كل مج من مج الشاي اللي هو الكوباية الشاي اللي موجودة في كل بيت مية سخنة وقصادها يا بنات معلقة من الملح كبيرة ملح خشن علشان الحض يطلع مظبوط والمخلل يطلع معاكم بيرفكت مفوش ربع غلط بسم الله هعب البصل كده زي ما انتم شايفين وهقطع شوية برضو جزر وحطتهم كده اكمل البطرمان بيهم طيب دي معلقة سكر يعني مع الملح لتر ونص حطت عليهم ست معالق من الملح الخشن هو اللي بيزبط المخل الورجات حطت معلقة سكر بالنسبة للخل بقى انا مش هحط خل يا بنات الخل بيهر المخل العايزين انتم حطوا ضيفوا معلقة واحدة بس ما بكترش عن معلقة بسم الله ببدأ بقى اسقي كده البطرمان بمنتهى السهولة عملتهم كده شوية بصل مخلل كده وانا واقفة ماخدوش اي وقت والتاني حبيبي البصل الجاهز المخلل الكيلو بمئة جنيه البطرمان ده كله لا يتعدل عشرين جنيه البصل اليوم اندو الموسم البصل بنخزنه وبنعمل منه شوية مخلل كده وسعر احنان جدا في السوق بحط شوية زيت كده على الوش وبقى في البطرمان وبعد عشر ايام بالزبط حناكل منه ويبقى برفك مفوش ربع غلطة وميته تتشرب شرب وحضقه مظبوطة على الشعر يا بنات فرق جدا بين الجاهز وبين اللي بنعمله في البيت وانا كده حبابي خلصت الفيديو لو استفدتم منه ادعموني بلايك وسلام عليكم ورحمة الله